يعني كله هيعمل اللي عليه فيه شغل على مستوى كبير في التدعيم بعناصر جديدة ذات إمكانات عالية فيه مجهود جامد وربنا هفاق فيه مجهود بيبزل فيه مجهود بيبزل فيه ترشحات كبيرة فيه ترشحات كبيرة فيه مجهود آخر بيبزل من أجل إعداد عناصر موهوبة من الموهوبين في النادي وأنا مش عايز الناس تستقبل دايما وأبدا فكرة أعتمد أدي فرص لولاد النادي الموهوبين جدا يستقبلون أن ده حجب لفرصة الصفقات لأنه فيما يبدو أن المزاج الشعب العام كلمة الصفقة فيه في حد ذاتها فيها ضمانة للتفوق لأ بقت مباراة آه فيها ضمانة أن أنا أتفوق برغم أن أنا عندي كنز من الموهوبين اللي المنتخب اللونبي أقرب منتخب للمنتخب الأول أنا كنت سعيد جدا والناس في اتحاد الكورة بيتكلموا بكل الإشادة بالعناصر الموهوبة في الآل اللي في المنتخبات سواء منتخب الشباب أو المنتخب اللونبي ست سبع عناصر وإنتوا متخيلين أننا لما نفرط في دول دلوقت علشان نجيب أماكن أو نفضي مكان للناس اللي ممكن تيجي منبرة اللي تيجي منبرة دي مسألة أساسية لكن كمان جنبا إلى جنب ما تفرط ليش في عنصر موهوب جدا زي أحمد حمدي وبعد كده ينتقل في حتة تانية يروح ببلاش فارجع أجيبه بخمسين مليون جنيه ما فيش حد هيروح ببلاش بقى أستاذ إبراهيم على سبيل المثال لا هي أصل الأعراض الأعراض هو الحل السحري فبالتالي أنت عندك فرص أن أنت تستغل الكفاءات الموهوبة العالية اللي عندك جنبا إلى جنب مع اللي موجودين وتدعيما بالصفقات الجديدة اللي جاية هي دي الخلطة اللي لازم أن تتعمل عشان تحافظ على أولادك وعلشان تدعم بمن هم أكثر خبرة وأفضل كفاءة وأسرع في الحصول على الفرصة من غير كده لو أنت عايز تكتافي بأن أنت تجيبهم بره زي ما الناس بتعمل هتستغنى عن الموجودين وترجع تجيبهم تاني وما عملتش حاجة وبرضو أي لعيب هيخرج من عندك هتنتقد أي لعيب بسرط هيقولك حد يسيب ده ما هو ناس مش حتى نفسها في ضغط التوقيت والعدد والمتاح دي حسبة صعبة جدا أيو أنت في النهاية عندك عدد مراكز أنت مرتبط بيها أو النهاردة مين اللي حيسافر الواسط ما هو 21 اسمه هو فيهم أسماء مش موجودة في القدل الأفريقي أيو وحيبقا لها دور لكن موجودة في القدل العرب إذن إذن اللعبة دي محل ثقة الجاذب فني ها ومستاني إنها تعمل الدور المطلوب منها بس عايزين بقى عايزين الناس دي كلها تشتغل وهي حاسها بيدفق المشاعر بتاعة آآ آآ النادي الآهل مش يعني مش اللي بيحصل ده بالمسئولية بالمسئولية اللي انتوا شفتوا واحد زي كابتن خطيب شفاه الله وعفاه لغاية اللحظة الأخيرة تذكرة الطيران بتاعة تلمانيا في جيبه ولغاية آخر 3-4 ساعات قبل ما يطلع على المطار شايل هم الأمور كلها وفي اجتماعات متصلة ومستمرة ومكسفة انطلاقا من المسئولية برغم الألام ده حد يوم الصفر بقولك بيتكلم هل يمكن إيه إرجاء الزراحة اللي عم تحر ممكن بس اتفاقوا معنا إنما ما اضمن لكش بقى تأسيرات ما بعد آآ